اشتركوا في القناة لها بكل سهولة تقدر تقدميها لديوفك او لأولادك في الرمضان وفي غير رمضان تعالوا نبدأ عندي هنا حلة حطيت فيها كوبايتين من عصير البرتقان انا عصرت البرتقان وصفيته بمصفة ضيقة خالص علشان عايزي يبقى سيل خالص كده مش عايزة فيه اي بوائي من العصير البرتقان اللي هي الالياف يعني بتاعت البرتقان حطيت كمان معلقتين ونصف من السكر وتقدر ان انت تزاودي او تقللي وهحط عليهم معلقتين ونصف من النشا كل الكلام ده هحطه على البارد وهقلبهم مع بعض بالشكل ده هجيب بقى المضرب اليد ووقلبهم به علشان مش عايزة اي تكتلات من النشا اول ما النشا بالدوب عندي ببتدي ان انا اشغل عليه النار وبعدين اقلب فيه كويس جدا لحد ما القوام بتاعه يتماسك انا عايزة قوامها متمسك ولكن مش يابس يعني ما تبقاش غليزة جدا هوريكم القوام بتاعها وده هيخليها يعني في لما تقدميها او حاجة وتيجي تكليها بالمعلقة كده ما تحسش ان انت بتاكلي حاجة غليزة بتبقى تعمها حلو وبتبقى يعني ظريفة كده ما تعمليهاش يبسى اوي اه اذي القوام اللي انا عايزاها هخليها بقى يعني سواني كده زي ما انتو شايفين كده بقلب فيها وخلاص كده هنزلها بقى من على النار وهخليها لما اعمل معاكو كمان المهلبية باللبن او المهلبية البيضة احنا عملنا مهلبية البرتقون حطيت هنا برضو للمهلبية البيضة كوبايتين من اللبن هحط عليهم معلقتين ونص من السكر وزي ما اتفقنا السكر حسب ما انت عايزة تقطري او تقليلي وهحط عليهم برضو معلقتين ونص من النشا ما تقطريش النشا اوي علشان ما تطلعش يبسى معيك هقلبهم بقى كويس جدا وطبعا برضو الخطوة دي انا بعملها على البارد اي نشا هتحطيها على اللبن وتكون مش مدوباها في مية او في لبن هتحطيها كده بالمعلقة لازم ان انت تكوني حطاها على البارد علشان ما تكتلش معيك هقلب فيهم شوية كويسين جدا لحد ما القوام بتاعها يتمسك وهوريكوا قوامها عامل ازاي بتبقى سهلة وبسيطة وتقدر تحطي معيها بقى جوز الهند او تحطي معيها فانيليا برضو هتبقى طعمها حلو جدا انا هحطها هنا على النار زي ما انتو شايفين حطيتها على النار وقلبتها كويس جدا وتمسكت معي واذي القوام بتاعها انا عايزاها كده اعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة يعني اشتراك وفعالي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد بنفس الطريقة عملت مهلبية الشوكولاتة كل اللي انا زودته معلقتين من الككاو الخام على معلقتين ونص سكر وكبيتين اللبن ومعلقتين ونص من النشا هنا عندي البولات بتاعت اللي انا هغرف فيها ازي المهلبية شايفين شكلها عامل ازاي دي مهلبية اللبن في البولة دي انا يعني شطفها كده مخليها منادية شوية بالمية وهبتدي ان انا احط بقى المكونات بتاعت الطبق بتاعي عبارة عن مهلبية البرتقان وتقدر تعمليها ببرتقان بالجزر تقدر تعمليها بامر الدين وتقدر تعمليها باي فاكهة انت تحب تعملي بيها وتكون بتحبيها واولادك بيحبوها هحط بقى طبقة من مهلبية البرتقان وكمان طبقة من المهلبية البيضة وبنفس الشكل هكون الطبق بتاعي كله لحد مملئ لما تيجي تنزلي المهلبية من الطبق لو حسيتي انها مسكة معاكي مش راضية تنزل ولا حاجة ممكن تسلكيها كده بحرف سكينة او بحرف معلقة طبعا لازم تحطيها في التلاجة بتاع سبع ساعات او يعني ست سبع ساعات علشان خطر تتمسك وتبقى سهلة معاكي لما تنزليها من البولة بتاعتك طبعا زي ما قلتلكم بتسلكيها كده بحرف سكينة او بحرف معلقة وبعدين بتنزليها على ايديك كده بتبقى سهلة جدا ودي خطوة انا هورها لكم بالشكل ده وبمسك بقى البولة وبحركها كده يمين وشمال علشان تفرش في البولة كلها المهلبية بتاعتي خلاص خلصت المهلبية بالبرتقان وبالحليب زي ما انتوا شايفين كده عملت طبقة من البرتقان وطبقة من المهلبية البيضة هعمل بقى كمان معاكو هنا اللي بالشوكولاتة والمهلبية البيضة بالشكل ده طبقة كده وطبقة كده علشان تديك في الاخر شكل حلو جدا وكمان تقدمها بيبقى ظريف جدا والولاد بيحبوها يعني الكبار وصغيرين بيحبوا المهلبية عمتا يعني فزي ما انتوا شايفين كده انا هكوم بقى الاطباق دي وبعدين نشوف هنقدمها ازاي زي ما قلتلك حطيها في التلاجة ست سبع ساعات علشان تتمسك كده وبعدين ننزلها بكل سهولة هنا خلاص انا حطيتها في التلاجة وخرجتها بقى من التلاجة بالشكل ده نزلتها على ايدي كده سلكتها بحرف السكينة وبعدين نزلتها كده على ادية وبعدين حطيتها في الطبقة كده علشان نقدمها مع بعض اعملي لايك للفيديو لو اول مرة تشوفي قناة تشترك في القناة وكمان فعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد هنا انا هزيينها طبعا التزيين ده حاجة خاصة بيك انتي وحسب الحاجة اللي موجودة عندك في البيت انا المتوفرة عندي جوز الهند فحطيت جوز الهند على الاطراف كده وكمان حطيت سوداني مجروش وحطت عليها لوز لو عندك بقى بندق عن جمل اي مكسرات عندك تحب ان انتي تزييني بيها هتبقى ظريفة جدا بالشكل ده وحاجة بسيطة جدا عملناها مع بعض بكل سهولة وماخدتش وقت معيك وزي ما قلتلك تقدر تعمليها باي نوع فاكهة كمان وكل دي افكار ان شاء الله بإذن الله نعملها مع بعض بالشكل ده طلعا شكلها حلو جدا وكمان طعمها حلو ان شاء الله يارب تعملوها وتعجبكو وحالة سهلة وبسيط تقدر تعمليه في رمضان وفي غير رمضان آآ ادي بالشوكولاتة والمهلبية البيضة وقادي اللي بالبرتقان والمهلبية اللي بالحليب زي ما انتو شايفين كده شكلهم حلو وكمان طعمهم حلو مش هتندمي لما تجربيها اتمنى ان انتو تجربوها وتقولولي رأيكم في الكومنتات آآ هقطعها معيكو علشان تشوفوا شكلها طبعا هي مش محتاجة سكينة ولا حاجة ممكن بمعلقة عادي جدا بالشكل ده هتطلعيها معيك كده طبقات شكلها حلوة قوي من جوة وكمان تبقى ملفتة للاطفال علشان يعني ما يغلبوكيش في الاكل واللبن طبعا مغزي والبرتقان مغزي ومشاء الله عليها بصراحة طعمها حلو جدا اتمنى ان انتو تعملوها وتعجبكو وجربوها وقولولي رأيكم وانتظروني ان شاء الله بازن الله ينامل مع بعض حاجات حلوة كتير في رمضان وكل سنة وانتم طيبين كنت معاكم منشز لاشوفوا الشكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته